اشتركوا في القناة البرونسية في بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو والتي أقيمت منافسته على صلة مدينة خليفة الرياضية تحت رعاية ولي عهد أبوظبي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد الانهيان وتمكن سينا من نارت صعودي إلى منصة التتويج بعد حلوله في المركزية الثالثة في مسابقة الوزن 62 كيلوغرام استضافت استضافت حلبة البحرين الدولية الجولة السابعة من بطولة تحدي الحلب 2000 سي سي حيث تمكن الشيخ حمد بن عيسى الخليفة من الفوز بالسباق الأول فيما استطاع الشيخ سلمان بن عيسى الخليفة من خطف الصدارة في السباق الثاني وتدار سلسلة هذه البطولة من قبل حلبة البحرين الدولية بالتعاون مع الاتحاد البحريني للسيارات وتتيح هذه السباقات للسائقين فصة التنافس في واحدة من البطولات الاحترافية بأقل تكلفة ممكنة تمكن فريق رفاع الشرق من تحقيق يلفوز على نظيره الرفاع بهدفين دون مقابل في اللقاء الذي جمع بين الفريقين على استادي البحرين الوطني ضمن منافسة الجولة السادسة عشر من دور الدرجة الأولى البحريني لكرة القدر هدف الرفاع الشرقي جاءت عبر كل من سامي الحسيني واللعب عبدالله يوسف بهذا الفوز رفع الرفاع الشرقي رصيده إلى 22 نقطة وضعته في المركزية الثالث برفقة فريق الرفاع هذا وتمكن فريق سترا من إيقاف انتصارات الحد وتعادل معه بهدف لمثله في الجولة ذاتها من الدور البحريني لكرة القدم حارما إياه من التتويج مبكرا بلقب الدور البحريني لأول مرة في تاريخه فيما تغلب فريق المحرق على الحالة بثلاثية نظيفة وتفوق الملكية على البساتين بهدف دون مقابل ترجمة نانسي قنقر